محمودة دائما وأبدا برفقتكم أينما كنتم هذه الموجة المفتوحة المخصصة بالتغطية الإعلامية لطلابنا وطالباتنا خلونا نشارككم فرحتكم خلونا نشارككم قصصكم خلونا نشارككم تفاصيل مريت فيها بحلوها بمرها دائما وأبدا الفجر موجود معكم وينما كنتوا دائما في التغطية المتواصلة لكل طلبة الثانوية العامة الذين يودون يكونوا في هذه اللحظة متواجدين عبر الشاشة ومن خلال بث الإلكتروني المباشر نحن هنا في مجمع التاج التجاري في الطابق الرابع نستقبلكم في بيتكم وفي دياركم أيضا لأنكم دائما وأبدا كما نقول المرء لا يكرم في داره فأنتم في دياركم فأهلا وسهلا بكم لن نطيل الحديث والمقدمة بل سأذهب مباشرة إلى الجميلة الزينة المزيونة زينة محمد دعمه بالفرع الأدبي والحاصل على معدل 95 يا زينة واحد الواحد العشر أهم لسمن 95 أهلا وسهلا بزينة وألف ألف مبارك يا زينة الله يبارك فيك يا رب أهلا وسهلا زينة مبتسمة ورائعة جدا فإحكي لنا كيف كانت مرحلة الثانوية العامة بصراحة مرحلة التوجيهة كانت من أكثر المراحل الحلوة في عياتي كنت مرتاح فيها جدا وستمتعت يعني ما كنت متمترة من الأشي يعني أنك تتجاوز كل شيء تعايشي مع كل شيء تتجاوز الموضوع الواحد وصل له هدفه وسألت زينة سألتك قبل قليل أنه كيف كانت مرحلة التوجيهة كنتي لي بتجنن جدا أول حدا بيجاوبي نحكي لي بتجنن هنا في طالب يمبارح بوجهة للتحدي من عائلة عبيد قالت لي ممتعة أنا بستمتع في الدراسة فإنتي كيف وضعك في الدراسة؟ أنا بدعب وأنا بدرس يعني ببذل جهود بس بالنهاية يعني كل التعب راح تقدم الامتحانات وكل شيء بروح التعب يعني زينة كمان بدنا نسأل ونستفسر إنه كنت متوقع هذا المعدل ولا أكتر أو أقل؟ صراحة كنت متوقع 93-94 بس أجي المعدل أعدها فالي بتكون الفرحة أكثر فأنا أول مرة يعني بس عرب دموع الفرح يعني الحلو في الموضوع إنها الصدمة كانت حلوة إنها غير متوقعة تمام طيب زينة كمان بدنا نسأل بخصوص فكرت شو راح تدرسي مثلا في أي التخصصات وأي الجامعات؟ صراحة يعني لسه بس ما راح أطلق براتو الكرم يعني لها بخضورة بقدسة مفتوحة بس أنا بحاول أحصر تخصصات بس لسه مش أعرف يعني شو الخيارات المطروحة بالنسبة لإليك؟ يعني بس أجعوني على التربية الخاصة على العلاقات العامة هذا الأكثر خصوصا سنسجعوني عليك حالو تمام كل الاحترام وإن شاء الله يا رب نتمنى لك كل التوفيق والنجاح زينة لمن بتحب تهدي نجاحك وتمييزك؟ لكل أهلي وكل حد وقف معي وساعدني ومهتم كان لأني أجيب وأنزح تعب علي ولعمتي جدا بسكرها وقفت معي ولكل أهلتي وطبعا شكر لرب بالنهاية طبعا إحنا نتمنى لك دائما وأبدا كل التوفيق وكل النجاح ومرحلة والحمد لله مرت ولكن الحلو في موضوع زينة أنه مستمتعة وبتقول لك المرحلة بتجنن فهذه كلمات تفاؤل وكلمات فيها كل بصراحة المقبلين على مرحلة الثانوية العامة انبسطوا ما تتشاءموش ما تاخدوش دائما من اللي بيقول لك الامتحانات صعبة والمرحلة صعبة لحتى تنشد أعصابكم على العكس سمما في نموذج حدي الآن عنا على وهدى زينة بالتأكيد الرائعة اللي بتقول مرحلة جدا حلوة وبالعكس استمتعت فيها أكثر من بقية المراحل زينة ألف ألف مبارك عزيزتي النجاح والتمجز من نتمنى لك إن شاء الله مزيد من هذا التمجز لزينة محمد دعم الحاصلة على 95.10 بالفرع الأدبي زينة طبعا العشر أهم من أي شيء في هذه اللحظات من مؤسسة الحديث نتقدم بهذه الهدية وشكرا لمؤسسة الحديث وألف مبارك لزينة الجميلة ألف ألف مبارك ونتمنى لك إن شاء الله مستقبل ظاهر يا زينة وبنكمل معكم بفقراتنا وبنكمل معكم بتنقلاتنا ما بين الأجواء مع الطلاب وما بين كمان الرائعين اللي حبوا يشاركوننا من مختلف المؤسسات من مختلف المحل التجارية وأيضا خارج الستوديو لكن حتى تلك اللحظة سنذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل وإياكم